موسيقى أحباقي وإحنا بنتابع هذه الرحلة في التسعة وتراتين سفر مرات كتيرة بنصل إلى مرحلة نظن أن الله سيكف أنه يتعامل مع هذا الشعب مرة أخرى يا ترى هل ممكن يعمل كده ولا هيكمل بطريقة ما هيلقي مخرج من الانهيار الفلاني اللي تم ولا هيلغي القصة دي خالص ويعمل علاقة مع شعب آخر يا ترى وإحنا بنقرأ في الكتاب ده هنلاقي التسعة وتلاتين سفر دول متكاملين بيكملوا بعض ولا فيه تنقضات بين الأصفار تعالوا نشوف إجابة لكل التساؤلات دي في الحلقة النهار أحبايا المتابعين لبرنامج بيطالله هنعمل في الحلقة دي مراجعة كاملة لكل الحلقات السابقة عشان نشوف رحلة بيطالله من سفر التكوين إلى ملاخي إلى فترة الصمت اللي بين ملاخي وإنجيل متع في سفر التكوين شفنا الله مش ساكن على الأرض لكنه بيأتي في الزيارات معبرا عن أشواقه للشركة مع الإنسان في سفر الخروج حدث أمر رائع مفاجأة إلهية مفاجأة نعمة الله الله جيه سكن على الأرض واتفقنا أنه يعني سكن يعني أصبح يقيم علاقة شخصية مع الإنسان والساكن معاه في شركة دائمة في سفر اللويين أسسها نظام الكهنوت لحفظ الشركة بين الله والشعب مستمرة استمر الكهنوت ناجح في خدمته في سفر العدد والتثنية إلى أن وصلنا لسفر يشوع الله امتلك قطعة أرض سيسكن في هذه الأرض بيئة اسمها أرض عمانوئيل هذه الأرض مقدسة ذبائح مقدسة كهنة مقدسين شعب مقدس أرض مقدسة كل الكلمة دي يعني تخصيص كلمة القداسة اللي تكررت كتير قوي في سفر اللويين أصل إله قدوس وببيته طليق القداسة ده مبدأ ثابت في سفر القداة بدينا نشوف انهيار في الحالة الروحية والعلاقة بين الشعب والله وده يدل إن فيه انهيار في حياة القادة فعلا نلاقي أيام فنحاس أبن ألي عزار ابن هرون الكاهن دخلت أبشع خطيتين أول خطية كسر لأول وصية في النموس اللي هو العهد اللي بين الله وشعبه لا يكن لك أليه أخر أمامي أنت تؤمن بإله واحد إزاي ترجع لتعدد الأليه زي الوثانين وورا الوثانية على طول بتلاقي الضعر عش كده في سفر رعوث بنرى الحالة الروحية لهذه الأسرة حالة متردية جدا لكن في نفس الوقت من خلال مجيء رعوث ورجوحها اللي بيت لحم الله يرتب لإقامة النظام الثاني نظام الملوك لأن الكهنوت نظام سقط في قدرته على حفظ الشركة يفتتح سفر سموئيل الأول بتأكيد انهيار الكهنوت في حياة عالي وأولاده إلى الدرجة أن الشعب استهانا بتقدمة الرب واستهانا بالعبادة للدرجة لأول مرة الله يسلم للسابيع عزاه أي التابوت أخذ التابوت عن طريق حرب مع الفلسطينيين وزال المجد من إسرائيل وظل الله يعمل في وسط المدن الفلسطينية لمدة سبع شهور وهو بيمحد لتوبة الشعب عن طريق خدمة سموئيل النبي وبكده نشوف في بيت الله تلات أنواع من القادة بدأ بالكهنوت وسقطت مش قادر لوحده فالله أقام نظام الملوك وأقام نظام الأنبياء فبي عندنا تلات قادة الملك النبي الكاهن يعملون معا لحفظ شركة الله مع الشعب مستمرة لأن الله ساكن في بيته على الأرض الخيمة بعد شوية شفنا في سفر سموئيل الأول والتاني وأخبار أيام الأول والتاني والملوك الأول والتاني أن أحوال الشعب الروحية متذبذبة بين الصعود والانحضار بسبب أحوال القادة فمنشوف أيام داود وسليمان القمة الروحية انتشار معرفة الله الحي الحقيقي الله الواحد الإسرائيل يشدد على الإيمان اسمع يا إسرائيل الرب إله كرب واحد بدأت معرفة هذا الإله تنتشر وناس كتير قوي بتيجي للإيمان بعد كده شفنا انهيار كارثي يتم في النهاية لأنه الملوك انهارت حالتهم فلقينا الملك ومجموعة الملوك اللي قبل السبي يهملون بشدة في حياتهم الروحية بالعكس بيتجهوا إلى العبادات الوثنية زي الملوك اللي حواليهم والأنبياء الكذب كتره والنبي الحقيقي اللي موجود أشعياء مات والتاريخ يسجل أنهم هم نشروا منسة ابن حزقية ولا نشروا عذبوا في موته وارمية النبي الحقيقي الموجود اللي بينادي بكلمة الله طرح في جب من الوحل هو ده يعبر عن رفض القادة والشعب لكلمة الله والكهنة نجسين وشعبها كذا أحب واتطر الله بحزن شديد أنه يغادر بيته عندنا صفر حسقيال في أول عشر أصحات بيش رحمه غادرت الله ببطء كأنه مش عايز يمشي وفعلا نحن نعرف قلبه نعرف حبه هو لا يحب أن يغادرنا لا يحب أن يفارقنا وغادر المجد رح على المجد رجع الله إلى مكان ولم يعد له بيت على الأرض وتم السبي وجاء نبو خزنصر وضمر الدولة كلها وضمر المملكة الجنوبية وحرق بيت الله وأخذ كل أواني بيت الله معاه إلى بابل وتم السبي وشفنا فترة أثناء السبي مفيش خدمة للملوك مفيش خدمة للكهنة مالهيكة لتحرق والعبادة توقفت مفيش تقديم زبيحة مفيش كفارة حرم هذا الشعب من تقديم زبيحة لله ومن عبادة الله لأنه ممنوع يبني مسبح إلا في مكانه وفي بيت الله اللي هو فوق جبل صهيون لكن شفنا الله بيعبر عن مسانته ليهم من خلال خدمة الأنبياء لم تتوقف النبوة وهم في السبي فيه أنبياء كتير قوي موجودين حجاي وزكريا وملاخي معنا كده الله ما زال يتحدث إلينا ما زال يسندنا ما زال يشدد إيماننا وده اللي بنشوفه في فترة السبي طيب في الرجوع من السبي بعد ما انتهت فترة السبعين سنة السبي بدأ الرجوع الله بيحرك الأمور من خلال أنه ينبه روح كورش الإمبراطور الفارس يقوله يلا يا كورش رجع شعبي عشان يبني البيت أصلا ناوي أبني البيت مرة أخرى وناوي أرجع للعلاقة بلي وبين شعبي مرة أخرى كفاية تحطم للشهادة الجماعية أي نعم فيه شهادة فردية موجودة أثناء السبي دانيال يشهد الفتح يشهدون لكن الله عايز شهادة جماعية عايز أم تشهد لإسمه تشهد لشخصه في وسط ظلام الوسانية وبشعتها بدأ كورش ينادي ويحرك وينهد قلوب شعب الله اللي بالفعل تم إيقاظ روح الرجوع من خلال خدمة الأنبياء أثناء السبي وبدأ زربابل ابن شاء التقيل بس مسموش الملك اسمه الوالي مع يهوش على الكهنة العظيم أي رئيس الكهنة رجعوا قدو المرحلة الأولى وبدأوا بناء البيت وتوقف البناء نتيجة لتراخي الشعب عن تكملة العمل وتوقف البناء نتيجة لتدخل العدو نتيجة أن العدو بدأ يهيج السلطة السياسية ضد الشعب بابن الهيكل حذروا الإمبراطول قالوا له خلي بالك المدينة العاصية أرشاليم ستبنى مرة أخرى وهي ابن بيت إله مرة أخرى وسيتم العاصيان وسيتم عمل ثورة ضدك هيجوا القوى السياسية ضدهم عطلوهم بعدها ب13 سنة بعد ذا ربابل الله أرسل ليهم حجاي وزكريا بقول لهم يلا أكملوا بناء الهيكل أكملوا بيت الله وحجاي قال لهم أوعوا كل واحد فيكو ينتبه إلى بيته ويهمل بيت الله زكريا قال لهم أوعوا تخافوا من السلطة السياسية وقال لهم على أول رؤية شافة زكريا مسجلة في زكريا واحد أن الله ملاك العهد اللي هو يمثل أحد ظهورات الرب يسوع في العهد القديم في رؤية راكب على فرس يعني له السلطة على السياسة له سلطة على القيادة السياسية الأباطرة وشجعهم وأكملوا بناء الهيكل لكن لسه الشعب علاقته بكلمة الله ضعيفة بعدها بتلاتين سنة يجي عزرة الكاهن هتعمل إيه عزرة لا أنا هرجع كلمة الله وسلطانها في وسط الشعب عايز الشعب يرجع تاني يقدر كلمة الله يحترم الكلمة يرجع يقول تاني نموس الرب كامل يورد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجهل حكيما أمر الرب نقي يرجعه لحب كلمة الله اللي يعبر عن محبة لله وفعلا عمل عزرة نهضة جميلة روحية الشعب يرجع للكلمة والصلاة الشركة مع الله وبعد كده رخات خطوة أعمق وده اللي بتعمله الكلمة في حياتنا يا حبائي تطهير الخدام من كل علاقات تسبب نجاسة حياتهم ليه؟ لأن الخدام قادة قدام الشعب لو الخدام عاشوا القداسة الشعب يعيش القداسة لو الخدام عاشوا انهيار الشعب ينهار وأتم عزرة خدمته وبعدها تقريبا بحوالي اتناشر سنة واربعتاشر سنة جينا حمي ومارس خدمة أخرى ايه؟ الصور لسه مش مبني لابد من صور فاصل بين مدينة الله وشعب الله وبيت الله وبقية المناطق المحيطة بيهم ليه؟ لأن هذا الشعب شعب خاص للرب شعب يسكن وحده هو يخدم الأمم طبعا يبعت يونان لخدمة أهل نينوة طبعا يرسل أخبار خلاص الله إلى الأمة طبعا لكن ممنوع يختلط ليه؟ لألا يتعلم النجاسة لأن الخطيئة معضية أحبائي وحصلت نهضة روحية رائعة آخر نهضة روحية في تاريخ شعب إسرائيل على يد نحمية وبعد كده حصل انهيار تام للكل مرة أخرى من بعد ملاقي في هذا الانهيار بدأ ما يسمى الصمت الإلهي اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية أحبائي في هذه الفترة لأول مرة في تاريخ إسرائيل الله لا يتكلم لا يرسل نبي لأن الله عنده مبدأ إنه أي نبي لابد أن يكون من وسط إسرائيل الفكرة دي موجودة في رسالة رومي أصحى 3 عدد واحد إنه هو ما فضل اليهودي ما نفعل ختان إيه امتياز اليهودية أولا استؤمنوا على أقوال الله أي أنه لابد أن الله يرسل أقواله وحيه من خلال أنبياء فقط من إسرائيل حتى لو أهل نينوى أمنه 120 ألف أمنه في يوم واحد لكن ما ياخدش النبي من نينوى حتى لو نبوخذ نصر آمن عن طريق خدمة دانيال وخدمة الفتية ورجع نبوخذ نصر لله وأكيد نشر معرفة الله في وسط البابليين لكن الله ما ياخدش نبي من بابل ما ياخدش نبي من التايمن لابد الأنبياء فقط من شعب السريل ده امتياز أعطيه لهم ومقابل هذا الامتياز يا أحبائي لأنه ده امتياز مهول جدا إن الوحي الإلهي لابد أن يتم من أنبياء فقط من إسرائيل مقابل هذا الامتياز هناك مسؤولية إنهم لو أحملوا في كلمة الله يعاقبوا بعقوبات شديدة لأن الله إلهنا إله بار في هذه الفترة انهار ملوك عائلة داود وتم طردهم من الملك وعائلة هيرودس جلست على كرسي داود ودول من الناس ليسوا عائلة شرسة عائلة نجسة لا تحترم كلمة الله ولا تحترم شعب الله عائلة مجرد سياسة فقط والكهنة في هذا الوقت فوجئنا بكهنة اردياء جدا رؤسة كهنة اردياء جدا جدا أعلى قمة روحية في وسط الكهنة صدقين لا يؤمنون بالقيامة لا يؤمنوا بالخلود بيعلموا الناس عيش براحتك ما انت هتموت وهتفنى زي الحيوان لا في مكافآت في السماء في الأبدية ولا في عقوبات في الجحيم مع أنه في العهد الأديم إبراهيم وإسحق ويعقوب الكتاب يقول أنهم عاشوا في خيام لأنهم ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبرها الله وعايشين على الموعيد اللي من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها احتضنوها وأقروا أنهم غرباء لأنهم يطلبون وطنا أفضل أي سماويا يجي رؤساء الكهنة يعلموا الشعب لا لا انت بعد ما تموت هتفنى وفي الشعب والعهد الأديم للأنبياء يحذروا الناس من الدينونة الأخيرة يقول لهم لا ما فيش دينونة فالملوك سقطوا وعائلة داود تردوا من العرش والأنبياء في صمت الله لم يعود يتكلم وفي نفس الوقت الكهنة بيخربوا الحياة الروحية للشعب أخيرا الله أرسل النبي المعمدان هذا الشجاع هذا البطل اللي عمل نهضة روحية أخيرة قبل تجسد المسيح وفي خلال هذه النهضة جهز بقية من شعب إسرائيل المنتظرين في داقا في أرشاليم وإحنا بنقرف إنجيل لوقة عن سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل مع جميع المنتظرين في داقا في أرشاليم أنتوا لسه منتظرين آه دا الله صامت مش بيتكلم آه بس وعوده سندتنا طول هذه الفترة الأنبياء اللي بيقولوا المسيح جاي المسيح جاي هل عذراء تحب لو تلد ابنا يولد لنا ولد نعطى ابنا منتظرين هذا الوعد الجميل والله في نفس الوقت بيجاهز المشهد اليهودي اليوناني الروماني لإعداد المسرح للحدث المهولي الهيتم ملء الزمان إلا هيحصل سيرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليه ليفتدي الذين هم تحت النموس لننال التبني الحدث القادم تجسد المسيح أحباي وإحنا بنتابع رحلة بيت الله من أول سفر التكوين إلى ملاخي إلى فترة الصمت تمهيدا للدخول في العهد الجديد أكيد لحظت وحدة الأصفار الإلهية أكيد لحظت أن كل الأصفار معا متكاملة مترابطة متتالية وإنت بتقرأ الكتاب من التكوين لملاخي إنت ماشي في قصة واحد هو المؤلف لهذه القصة الله اللي أوحى بالتسعة وتلاتين سفر كتبوه ناس كتير على مدى مئات السنين ولما نرى القصة إلى نهاية الكتاب سفر الرؤية هنكتشف أن الستة وستين سفر اللي كتبوهم أكتر من أربعين كاتب على مدى ألف وخمسونية سنة ده كتاب واحد لأن المؤلف واحد كل الكتاب موحى به من الله واللي يبرهم وحي كلمة الله الترابط المهول إزاي أربعين واحد من خلفيات متنوعة موسى المتربي في بيت فرعون إلى عموس راعي وجاني جميز إلى داود الملك إلى بطرس الصياد إلى سليمان إلى داود راعي الغنم إلى بولس الفيلسوف إلى 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 التنوع المهول ده هات الناس المتنوعين دول وقعتهم مع بعض في زمن واحد مش في 1500 سنة وخليهم يكتبوا كتاب واحد ما يقدروش ما يقدروش عشان كده الكتاب ده كلمة الله الموحى بها يبقى رقم واحد أنت محتاج تقرأه من أوله لآخره بالتدقيق الكتاب الأصفار دي عاملة زي عقد لقلق متراسة اللي قال معا جنب بعض كل لقلقة بتعكس نور وجمال اللي قلقة اللي جنبها كل سفر بيعكس جمال السفر اللي قبله والسفر اللي بعده أنت بتتسلق سلم أنت طالع إلى مبنى أنت طالع إلى ناطحة صحاب تقودك إلى رؤية الأمور السماوية وانت بتبتعد عن جو الأرض اقرأ الكتاب اهتم بقراءة الكتاب ودرس الكتاب بعمق هتشوف هذا الترابط أنت بتغوص في محيط لترى أعماق في منتهى الجمال لو قاريته بصورة سطحية بلا اهتمام مش هتشوف الجمال اللي احنا بنحكي عنه في رحلة بيت الله تاني حاجة وانت بتقرأ في الكتاب بتلاحظ مراحل انهيار كتير قوي في شعب الله وبتلاحظ في حياتنا وفي حياة المسيحية وفي حياة الكنيسة مراحل كتير قوي من الانهيار ما تخافش ليه؟ لأن الله دائما عنده خطة اوعى تفتكر الله يقف عاجز لما الانسان يستلم مسئولية من الله ويفشل فيها اوعى تفتكر الله يقف عاجز لا الله عنده دائما خطة للخطوة للأمام دائما وعش كده انت بتلاحظ كل الامور اللي الله بيعملها للتحرك للأمام باستمرار مهما كانت قسوة الظروف وظلمتها وانحضارها وانحطتها الله عنده خطوة للأمام كل دا بيظهر على فكرة صلاح الله ونعمة الله وبر الله وقدسة الله دو انت بتقرأ الكتاب انت بتقرأ عن الله فانت بتشوف طبيعة الله وصفاته أثناء قريتك الكتاب تالت حاجة أكيد لحظت دور القادة وإذا كان الله بيكلفك بمسئولية صغيرة أو كبيرة في وسط شعب الله يمكن تكون مدرس مدرس أحد يمكن تكون بتخدم خدمة رحمة يمكن تكون بتخدم وعز يمكن بتكون بتعلم يمكن تكون بتدبر يمكن تكون معرفش حسب ما الله بيدعوك احتم جدا بودورك ومسئوليتك قدام الله ليه؟ لان الله بيستخدمك بركة لقيادة شعبه والرب معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة